السلام عليكم ورافتوا الله وراك اطلب بكم مش اندي اتكريوها فيديو جديد وعندنا النهاردة لعب تروبيكو سيكس طبعا يا جدعان لعبة دي انتم طلبتوها مني لما نزلتو لكم في المنتدى اقولولي اا على اللعبة دي لما قلتو لكم اقولولي على الألعاب جديدة انازلها في القناة فادينا هنلعب تروبيكو سيكس بس في نفس الوقت عايزكم يعني تعذوروني ان اللعبة بتعلق شوية 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 قتيل برينامج التصوير. تمام يعني انا لما بلعب اللعبة عادي شغالة كويس جدا. انما لما ببتدي اني اسجل وكده بتعلق شوية. انا بلعبها عادي برضو بس لما بخلص تسجيل بتبتدي بقى في الفيديو تظهر ان هي ايه بتعلق. انا حاولت حسنة على قد ما اقدر يعني كده دي اكتر حاجة اقدر عليها. ويعني برضو عشان ايه محدش يسأني في الكوميتات تستخدم برنامج ايه للتسجيل انا بستخدم او بي اس. تمام? فيعتبر دوت يعني احسن بالنامج. طبعا يا جماعة انا هلعب المهمة. يعني لان انا شايفها تعتبر احسن. اه الساند بوكس لو عايزين ابقى لعبه مفيش مشكلة. بس نجرب الاول المهمة. طبعا احنا يا جماعة في عصر الاستعماري. تمام? واحنا دلوقتي المفروض ان تحت احتلال. اه تحت الاحتلال البريطاني. ومفروض احاول استقل. تمام? فحاول استقل ديت هتكون اصعب حاجة. واللي هتكون عايز فيها مساعدة بتاعتكم منتو. بس انا هحاول عشان استقل اني يعني احاول اعمل ايه? احاول اخلي الصوار يتبسطوا مني. تمام? وفي نفس الوقت اخلي بريطانيا تبقى مبسوطة مني على اساس اني ازود مدة حكمي من بريطانيا. يعني بريطانيا هي اللي معيناني دلوقتي. تعيني المدة معينة. بعديها بيتم اقالتي. فانا عايز ازود المدة دي. ازود المدة دي لما بسمع كلام بريطانيا بيزودوا المدة اوتوماتيك ولما بسمع كلام الصوار طبعا بيحبوني وبيقفوا جنبي. فانا بس بقى مش عارف ازاي بقى بالزبط اه استقل. يعني ازاي تحول من دولة مستعمرة الى استقل. بريزدينتي الغالي هل تتذكر تروبيكو واسجار نخيل الزوم الروديتيل والشواطئ الفلاتينية والبحارة البلورية التي تنعكس منها الشمس كبريق المجوهرات والقطع النقدية الذهبية. انه انا يا بريزدينتي. بينول تيمو مساعدك الامين. واكبر معجبين. لقد سربت انتصاراتك لكن لا تخف. لانه لم يكتب شيء. لا ينسى بينول تيمو شيئا ابدا. الا اذا قيل له بالطبع. اذا دعونا نستمتع بقصص الماضي. وايها افضل للبدء به من اول مرة قابلت فيها بينول تيمو المخلص. يا بريزدينتي الانجح. لقد كان الامر كاول شروق شمس في حياتي. دوت المساعد بتاعي طبعا اللي كان بيتكلم. فهنشوف دلوقتي. لابد انك الحاكم الجديد. انا اللورد ويندهام. صوت المملكة. ومن واجبك ان تفعل ما اقول. حتى تنتهي ولايتك على الاقل. طيب اذا ما عزمت شايفين كده دوت يعتبر زي ما هو قال يعني صوت المملكة. اللي هو يديني الامر بتاعت بريطانيا. فدوت هو دلوقتي بيقول لي يحصل على مزرعة سكر. ماشي. اه طبعا يبقى فيه جايزة او حاجة كده على ما اظن مش عارف. بس على عموم يعني هنحول دي نخليها مزرعة سكر. تغييرين موارد سكر. رغم انهم ينصحوني بالسكر في مناطق تانية. بس انا عشان اخلص منه. بعدين بقى نبقى نشوف انهي الانسب وكده والمناطق وكده. لدي تعليمات جديدة. تعليق. زي ما شايفين يا جدعين. بس ايه? كم هي قادرة تلك الطبيعة ولكن ثم تمال في ذلك الامر. طيب هو جاله تعليمات ان عايزني اعمل اا اصنع بتاع مصنع تقطير الكحول. تمام? هيكون في المقابل يا اما تلات تلاف دولار يا اما امدد المدة. هزود المدة بتاعت حكمي سنة. فانا الصراحة مش اعرف يعني انه هيكون احسن على ما اعتقد اني. اشوف الفلوس دلوقتي ولا ازود مدة الحكم. ازود مدة الحكم. خليها احسن. اعمل الطريق دوت كده. حد الاخر. علشان ابني في المنطقة دي كلها برحتي بقى. اه خلينا دلوقتي نجيب فين فين فين? نجيب اه وكان عايزنا بتاعت التقطير فين في اي تقطير الكحول. هنحطها بعيدة عن الناس يعني انا شايف كده يعني. حطها بعيدة عن الناس يكون احسن. تمام? هنا. هنا. حطها هنا بالزبط كده. زي ما شايفين بعيدة عن الناس. وفي نفس الوقت طبعا الناس قدر توصل لها. احنا دلوقتي جدعان خمسة وسبعين نسمة. آآ تمانية وستين الف فلوسنا. تمام? وزي ما شايفين حب الناس لينا خمسة وسبعين في المية. هي مش حاجة حلو قوي بس شغالة يعني. كويس. سبعين في المية انا هدفي ان احنا نوصل يعني نفضل محافظين على فوق الخمسين. ويا ريت لو نوصل يعني احنا دلوقتي بنقل عشان طبعا لسه بدقين وكده فشعب مش وصق فينا يوم كده مسلا. اهو زي ما شايفين. دلوقتي جدعان نقدر نمدة مدد التفويت. من الافضل عدم اخذ عينة من نصيبك الخاص. ان كنت تفهم مع عنيه. جيد للغاية. انها وظيفتي ان استغل جزرا بالية كهذه. اهو اعزني. اسوأ استغلال. بناء. وموز وقروض عملاقة ودينصورات وكل ما له قيمة النقدية. شعرف لي حاس ان دوت شيطان مش مش بيتكلم بطريقة طبيعية خالص. بناء رصيف مناء شاحنات على الجزر السلاسي. اهي. مطلب صور. هو ايه كله جاي يهزق في انا ليه كده. تمام. يعني هما دول طالبين. الصوار الصوار طالبين حانة. يعني ايه طوال بردية حاجة مهمة بالنسبة للصوار حانة علشان يتبسطوا. طيب ماشي نعمل لهم الحانة. فيش مشكلة. ادي يا سيد الحانة اهي. حطها لهم فين فين فين. خليها هنا كده. تبقى وردوا جنب المساكن بتاعتهم. نفذ طريق تجاري مع المملكة. ماشي. بيهددني يا جدعان انا مش عارف انا لازم استقلم الرجل دوت مش هينفعني كده. مورف جدا. خلينا اول حاجة كبير انه عايز ايه طريق اه تجاري. ماشي يفتح شاشة التجارة الكحول الكحول خلينا على طول توقيع. عجل. بس كده خلاص. مفروض دي تتعامل بقى امتى بقى انا مش عارف. جاي لي هنا صوار ابني حانة الحانة بتتعامل يا باشا. الحانة بتتعامل. حط له اولوية قصوى علشان يبنوها اسرع. شايفين كده ايه خلاص. اهي. اه اجيب عشر مهاجرين ثوريين او احصل على الفين دولار. هجيب عشر مهاجرين ثوريين احسن. احسن بكتير يعني. على اقل الشعب يحس اني مش مادي يعني يبقى عارفين كده ايه اني كل دوت من اجل الوطن. هو ازاي دخلوا الحانة وهي لسه مش معمولة اصلا. ولا معلقة. يمكن معلقة. ممكن. يعني مش ممكن هو مية المية معلقة. رسومة دخول تمانية دولار. طيب. هي معلقة فعلا اجد يعني. يعني مستحيل اصل تكون كده. يعني لسه كده بتتبني. مفروض. بس يا معلقة انا متأكد يا معلقة. اه خلينا دلوقتي تسيبك من الحانة دي. جلنا لعشر صوار. او ام اتناشرة هون كمان. واحد وبعدها خمسة. طيب. وفي فلوس بتجينا كويس جدا. انت بتهزر يا ولا ايه? ايه ده? انا مش لسه عامل حانة دي ولا نسبالكو ايه هادم يلا. ما هو مستحيل كده يعني. انا لسه عامل واحدة. ونعمل لهم واحدة تانية. في نفس المكان. انا هديت واحدة وهعمل واحدة. وبرده نحطها اولا ايه قصوى عشان نعملها بسرعة. خلينا دلوقتي نشوف اه مناء الشاحنات دوات اه مش عارف. خلينا ماشي 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 ماشي. الشاحنات. عشر مهاجرين هاتي عشر مهاجرين ثانين. اه خلينا دلوقتي نخش على التشهيد نشوف ايه مناء الشاحنات ده وتولى فينه. فين 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 فين. فيش ميناء شاحنات ده. ميناء رسيف ميناء مكتب الانشاءات مكتب ساقي الشاحنات ميناء الشاحنات اهو. اه فين حط واحد المفروض يعني. هنا. ولا انا خليه هنا احسن. هنا ولا هنا 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 هو جدعان كده. كده حل. المفروض على الجزر التلاتة. الجزر التلاتة اللي هم انهي بقى هو ما قالش. ميناء شاحنات. ميناء شاحنات. حط ميناء الشاحنات دوت هنا. حل. وميناء شاحنات تاني. ميناء شاحنات تاني. هنا. فين? رقون انا ما كنتش عايز موانق الشاحنات دي. ليه بقى? لانه كنت عايز اعمل في المستقبل الجزر دي كلها جزر سياحية. اهو كده مش حلو. هنا ميناء الشاحنات حلو. الجزر دي كلها كنت اعملها جزر سياحية وكده. وهنا برضو السواحل كنت نعملها كده. وهنا برضو. يعني المنطقة دي انا شايف انها تكون جزر او يعني تكون منطقة صحيلية كويس اوي. هو عندك الجزر الصغير اوي دي. يعني لأ نقدر نستغل المنطقة بطريقة احسن. بس يعني مش ميناء الشاحنات هو اللي بقى وصلنا الدنيا عادي يعني عادي. يعني اي حتة كده عالساحل نحطلها. اه الحاجات بتاعت السياحة بس الوقتي مفيش. لسه مش مفتوحة عندنا. فين فين? فين? ميناء السياح. الميناء السياح ده هيتفتح امتى في عصر الحرب الباردة? طيب. وبعدين قرية اكواخ. اه هيتفتح امتى في عصر الحرب الباردة? فلا على الشاطئ برضو في عصر الحرب الباردة. فوندوق في عصر الحرب الباردة. فوندوق برضو دوت في عصر الحرب الباردة ايه ده? كله في عصر الحرب الباردة كده. هنا ده في عصر الحديثة. ماشي ماشي. خلينا دلوقتي كنا عايزين نعمل ايه? كنا عايزين نعمل ايه? نوصل طريق بيه من الشاحنات دوت فين طريق اهو. تمام كده? بس بس خلاص. اهو كده. هلو كده? اه وخلينا برضو نجيب ايه تاني فين? امر مربك? يا للمأساة. يا لالبحر المالح القاسي. يا لتحرق رئتي بنولتيم الشاب. والامر غير صار ابدا. عايزة يعني. بس كده ماشي خلاص. اتخيل فرحة بالعودة الى جزيرة بها مبان من الطوب وبها نظام مياه داخلي كما ان بها من تتحدث معه غير جوز الهند. عاضر هعمل حاصد جوز الهند. بس مش وقت وتلوقتي. هنعمل الطريق برضو هنا. فين كده? ادي الطريق من هنا. بس كده. بس مش هيستفيدوا بيه حاجة. ده يعني حاجة غريبة انا مستغرب انها هم عايزين طريق ليه? هم مش هيستفيدوا بيه حاجة. بس كده برضو. طيب حال. اسألوا نفسي ايها الحاكم. ابني كنيسة. حاضر حاضر. اه فين تاني فين تاني. فين الجزيرة التانية اللي محتاجة طريق برضو دي. تمام. ادي تعملت اصلا. انتوا ليه عايزين تقرفوني هدب. بعد الهدب منقش شاحنات. حركة دي جلتش بارد جدا ومش عارف ليه يعني بيحصل. هنحط بناء الشاحنات هنا. تمام? وعلى طول احنا نطلب بناء سريع عشان نخلص. انا مش عارف ليه الا مش واضح الطريق كده. اهو. شغال بقى مش شغال مش مشكلتي. انه مشتغل. انا كده مش عملت المهم يا عم انت. انت عايز تقرفني. انت عايز تقرفني انت بتاع انجلترا انت. هدم يعني هلازم نهدمه. طبعا جدا عني انا اعتبر هديت واحد تاني عشان اعمل ده. ما نشوف بقى نخلص ولا لقى. مفروض دول العمال اللي جايين. عشان يشتغل. صح ولا ايه? اه هم دول العمال اللي جايين عشان يشتغل. انا مساحل بقى نخلص ويتعمل. برضو يا جدا انا مش عارف انا ايه السقلات اللي معمولة دي. مناش دعوة بقى. هو كده خلاص. هو كده المفروض معمول. بس المهمة مش خالصة. يعني بجد ايه. خليه خلاص خليه خلاص. مش هيدر في حاجة. على هم خلينا نعمل المطلب بتاع الصوار اللي هو كنيسة عشان برضو يجيب مهاجرين تاني. مهاجرين ثوريين. خلينا على طول نخش على كنيسة. تمام نعمل الكنيسة هنا كده هلواوي مش هتكون قريبة من السكان. ايه تاني بقى المطلوب مننا? حاصد جوز الهند. فين حاصد جوز الهند ده? هنا اهو. حاصد جوز الهند اظن يكون ليه اماكن معينة طبعا علشان هيلم جوز هند يعني مش هيلم حاجة مختلفة. حطه هنا. بس هنا المكان مش هينفع فنحطه هنا. هنا يكون حلو. حاصد جوز الهند هنا. خلينا نعمله كده. تمام? وهنعمله طريق. مش هيكون مفيد يعني بس خلينا نعمله خلاص. طريق. طريق من اين بقى? من ده? حلو كده. مفروض ان انا امده على. لأ سواني بس عشان نعدله كده. امشي الطريق مزبوط. انا مش عايزه كده انا عايزه مزبوط. عايزه مزبوط. هزبط الطريقة وارجع لكم. ده يا جماعة انا وصلته بالطريق. فالمفروض ان العمال ييجو بقى. ما نشوف هيجو يعملوه ولا لأ? ولو يا كسوة مشان يتحركوا شوية اسرع. عشر مهاجرين هاتي عشر مهاجرين. لسه العمال ماجوش لا جم جم وعملوه خلاص. لأ برضو لسه. ما علينا. هم دول هم دول لسه هيجو. هم تجد عنزم تشايفين كده. اللي ماشيين بقى عربيات دول. هم الاتنين دول بس يعملوا حاصة جزء الهند. طب خلينا كده ندي نظرة سريعة على الوتاعة التانية اهو بتعامل اخيرا نتزبط. طيب ازاي بقى ميناء الشاحنات لسه. انت عبيت انت والله. صوار عايزين مكتبة. نقبل المكتبة. نقبل المكتبة ما فيش اي مشاكل. انا ساكت على البت دي علشان انا عارف ان دي سرجمة جوجل. يعني انا عارف ان ما تقصدش ان هي تشتم يعني في ايه? ممكن ابعت لقى جندي من القصر خلص عليها ونخلص. بس انا مش عارف اصلا يا في. اه انا كنت عايز اعمل ايه مكتبة? مكتبة 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 فيه? اه فين مكتبة يا عمد? ايه مكتبة. برضو هنعملها قريبا من السكان. من جنب الكنيسة هي ده على الساس ايه? تكون قريبة من السكان. او لو هي قصوة عشان نعملوها بسرعة. انا شايف ان كده مية المية يعني في ايه تاني نعمله? احنا بنعمل اي حاجة وميقولوا عليها. خلينا نشوف البحوث دي كلها. نعمل البحوث دي كلها كده. عشر ثوريين. انا عايز صوار عايز يعني عمال كتير يعتبر. انا عايز الصوار يجو عشان يعتبر عمال يعني. احنا بالنسبة لطريقة تجاري مع المملكة الزفتية المتحدة دي. لسه متعملش كل ده. ازاي بقى? يعني هو مش ده طريق تجاري بقى. طرق التجارة المفعلة. يعني انتو عايزين ايه بجد والله? عند الانتهاء طب امتى هينتهي بقى? امتى? ام فعرف. مش عايزين يقوله. طيب خلينا نصدر. اه كحول. تصدير. استراض. تصدير. لح لح. خلينا نصدر لح. اه توقيع العقد. شراء. ماشي? كحول. خلينا ندوت. توقيع العقد. شراء. ذهب. ذهب لأ. مش هصدر ذهب انا البريطانيا. في حانة هنا هو. مش عارف انا ايه كل الحانات اللي في البلد دي? ايه الاسهم دي بردو انا مش عارف. اسهم ملاش لازمة كده وخلاص. ايه بقى الاسهم دي? ولا اي حاجة. عطينا منظر وخلاص. خلينا جماعة آآ بما ان احنا عندنا اشجار كتيرة جدا 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 وزي انت شايفين كده لو طلعنا هنا برضو يعني الجزيرة مش صغيرة. الجزيرة صغيرة خالص الجزيرة الرئيسية دي مش صغيرة. نقدر نعمل طريق كده من هنا نودينها على الحتة دي. ودي حاجة انا شايفها مهمة. انا ايه? اعمل الطريق اللي انا بقول عليه دوت. طريق. تمام من هنا. امشي كده. كده. ونلغي. وبعد كده نلف احنا عشان نشوف بنعمل ايه? حلو قوي كده الرؤية دي. آآ نجيب الطريق مرة تانية. طبا جماعة. كده يعني انا هزبط الطريقة على قد ما اقدر طريقة عشان يلم كل المنطقة دي. فهدلوقتي اللي انا عايز اعمله ان انا اجيب حاصد الخشب. حاصد الخشب دوت هيفدني في المنطقة دي على ما اعتقد يعني. فنشوف كده. نشوف المنطقة اللي هو ينفع فيها. فين 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 هنا اهو. مخيم التحطيب. مش حاصد الخشب. مخيم التحطيب. ينفع هنا زي ما شايفين هو جدعان. ونشوف ينفع فين تاني. مينفعش في الجزر التانية. يعني ينفع بس قليل زي ما قلت لكم المنطقة اللي انا حطه فيها دي او اللي انا عملت فيها الطريق الجديد ده هينفع جدا. فخلينا نحطه بس نشوف الطريق كده جاي كده كده او كده كده ايوة خلينا نحطه هنا كده ايوة هنا كده. عشان يكون يعني في اخر الطريق خالص تمام? وهنحط جنبه ايه? نحط جنبه الصناعة. لأ اه ممكن نحط جنبه مبنى للعمال. مبنى للعمال ده هتيكون هنا كده. تمام? عساس ما يبقاش في جنبه اكواخ والكلام ده. خلينا برضو نجيب آآ طحونة الخشب. بتكون كويسة طحونة الخشب. جنبه على طول كده. سواني بس كده عشان انا ما قريتش طحونة الخشب بتعمل ايه? لمعالجة الحطب لانتاج الالواح طب حيال حيال. وبتساعد تقريبا بتقلل التلوس او بتزود التلوس حاجة كده. نشوف دلوقتي نتأكد من كل ده. هنا كده. هنا كده حلوة اوي برضو نخش مرة تانية عليها. ينتج عن ذلك القليل من التلوس. ماشي ماشي. ما تبغى لانتاج الجلد المدبوغ ينتج عنه تلوس. ماشي. ما ان التلوس برضو فما انه كله تلوس فخلي المنطقة دي. يعني رغم ان هي فيها اشجار وجميلة وكده بس نخليها بقى يعني يعتبر منطقة صناعية ممكن. آآ عايزين برضو نعمل ايه تاني? طحونة خشب? لأ. بس نشوف الحاجات بقى الصناعية اللي احنا ممكن نعملها هنا. درق اوبرا لأ سواك من الكلام ده. مصانع مصانع فيه. هو بس تقطير الكحول ممكن برضو هنا. تقطير الكحول. نحطوا واحدة ثانية هنا. وممكن نلغي اللي هناك دي اه دي من اللي هناك. تمام? آآ ونجيب ايه تاني? فين 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 كده? مصدرعة ملكي ايه ده? استرحيل الموارد والمعدنية من الفحمة والحديد او الزب او النيكل او الارمونيو والورانيوم ينبعث تلوس. طيب ده احنا نحطه فين ده? حطه هنا. هيطلع علينا آآ هيطلع لنا ايه الموارد اللي هنا دي? مصادر منتجة حديد. طيب انا اقدر آآ اعمل اللي انا عايزه. فحم. احدد الحاجة اللي انا عايزها وهو يقول لي فين? فحم. خلينا نقول دهب دهب فين دهب? فيش دهب في الدولة عندنا ولا ايه? دهب 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 دهب. ما فيش ما فيش انا ما اعتقد دهب في الدولة عندنا. فيش دهب معقولة? طيب خلاص خليه الحديد يعني الحديد مش مش وحش يعني الحديد. الحديد نحط البتاع هنا. تمام كده اهو هنا كده. ونوصل الطريق ليه? فين طريق من هنا 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 اهو. بس كده. حلو كده. وبما ان برضو هيكون في عمال اكتر واكتر فخلينا آآ نجيب آآ هنا مبنى لعمال تاني. هنا كده مبنى لعمال. ونجيب برضو مبنى لعمال تاني هنا. حلو كده. وانا حس ان وقت مش بيعدي ولا هنا ما فيش حد بيشتغل لا بيشتغل خلاص خلاص. اظن دوت هيرفع علينا شوية في الاقتصاد بتاعنا بس بعد فترة لما نبتدي ان احنا نعمل يعني حاجات تجارية كده. صفقات تجارية. هنا برضو شغالين اهو كويس جدا. طحونة الخشب شغالين فيها. انا عايز نصيح بتاعتكو اجدعان حاجة مهمة جدا نصيح بتاعتكو. مشان اعرف ازاي استقل. ده اهم حاجة بالنسبة لي. ازاي استقل. دلوقتي اجدعان السكان بتوعنا مية تسعة وخمسين مية مية وستين دلوقتي. وزي متو شايفين كده آآ ستة وسبعين في المية الشعب يدعمني. وفلوسنا فلوسنا بتقل صح? الارادات خلال اصنا عشر شهر الماضية ستلاف يا لهوة ستلاف ربعمية وتلاتين وصرفنا ثمانية وتلاتين الف. يعني في خسائر اتنين وتلاتين الف. طبعا كتير جدا يعني كتير جدا جدا يعني عطل عن العمل في سبعة وتلاتين واحد عطل عن العمل. وفي ناس متعلمين وعاطلين عن العمل. ودي حاجة مش كويسة غير متعلم وعاطل عن العمل. ده زنبو بقى. بس المدرسة السنوية الجامعة مش عارف ايه. طب ما هي دي وظائف شغيرة مفيش. مفيش وظائف شغيرة خالص. طب ازاي كده طي. والحاجات اللي بتتبني دي واللي احنا بنعملها. طب خلينا نعمل ايه? آآ نتقصر لأ طبعا احنا اصلا مش لقين ناكل فخلينا نجيب سرك. نخلي الناس تشتغل في السرك يعني ما حاجة كويسة برضو. والسرك هيفرح الشعب على ما اعطاك. طب يا جدا يعني السرك هيكون كده. تمام. بس انا شايف ان السرك لو خلناه كده احسن. لا لا. خليه كده احسن. كده هو. السرك. اظن ادبط هيوفر فرص عمل. وفي نفس الوقت خلينا نشوف الحاجات اللي هنا دي بتتبني تشتغل ولا ايه? ايه اللي ناقص في الحاجات دي? عايزين ايه? تقطير الكحول. المخزون فارغ المخزون اللي هو ايه? يعني انتو طالبين ايه? سكر وكحول. سكر سكر. طيب محتاجين احنا نعمل مزرعة سكر. مش دي مزرعة سكر. اه مزرعة سكر. بس محتاجين نعمل مزرعة سكر تاني. طب يا جماعة حطيت مزرعتين سكر هنا بما ان يعني حاجة هنحتاجها او كده. اول ما يتعاملوا ان نحط لهم طريق. طبعا زي انتم شايفين كده الناس بتادي طيب تيمشي هنا في الطرق دي كويس جدا. الناس ايه ماشية. حلو. هنا في ناس شغالة. هنا العمال خمسة. وهنا اربعة. وهنا اربعة. ودلوقتي مبقوش محتاجين الموارد صح? المخزون فارغ لا لسه محتاج. طيب. هنا الخشب. مخزون فارغ. انتو عايزين ايه? هو دوت طحونة الخشب. طحونة الخشب بتحتاج خشب يعني مش محتاجة. فطبعا طحونة الخشب اه بنجيب لها من دوت. دوت مفروض ان هو بقى بيطلع على الحطب. الحطب طبعا ببطء شوية بس اه هو دوت اللي نقدر عليه. فخلينا دلوقتي نعمل مخيم تحطيب تاني. نحطه هنا كده. نعمل هنا كده حلوة واحد هنا وانعمل واحد كمان مخيم تحطيب تاني. وفلوسي قربت تخلص. فعايزين نشوف حل الكلام ده. بينا عشر تلاف. خلينا نخش على ايه? احنا فاضل سنتين وتلات شهورة جدعان ويشيلونا من الحكم. فدي مش حاجة حلوة خالص. عايزين نشوف كده الاستقلال هيكون ازاي? جاي لنا هنا سفينة شحن تمام. احنا خلينا نخش تاني هنا كده على المناء. ويفتح تكلفة مدى الحياة مش عارف ايه الاراضات المتوقعة. ما فيش اراضات اصلا. فخلينا نخش على ايه الكحول نعمل برضو صفقة كحول تاني مع وريطانيا. لأ تمام خمس تلاف ايه? خلينا احنا كحول ولحم وكحول ما فيش طيب نعمل لكم ايه بقى? دي بتاعت تقطير الكحول فيها اربع عمال. طب خلينا نخش نشوف دلوقتي كده. الرصيد خلال الاشهر الماضية. بالسالب زي ما شايفين. الصور مبسوطين مننا شوية. الرعاية مشردون مش مبسوطين مننا. تعداد السكان. لا اه ده مش 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 مبسوطين ولا دول ايه بالزبط. منازل شاغيرة اربعتاشر. العائلات المشردة. ماشي ماشي. خلينا اه العمر عايزين نشوف عمري السكان عندنا اطفال بلغون متقاعد. عندنا ستة وتسعين بالغ. وتلاتة وعشرين طفل. تلاتة وعشرين طفل دول اللي هم ايه? ولا التروبيكو. الستة وتسعين جايين بقى صوار على مش عارفهم هاجرين والكلام دوت. آآ الوظيف المجهولة في وظفتين متحتين. فليه بقى مش رايحين? في رعية عاطلون عن العمل اهو. وظيف الشاغرة. حانا وفي الكنيسة. طيب دول ليه مش شغالين? ليه مرحوش دول? انا مش عارف. في الحانوة وفي الكنيسة في وظفتين اهو. مايروحوا. طيب يا جماعة عايزين شايفين كده عندنا مجرم. يعني شغلته ايه? شغلته مجرم. والسروة بتاعته ميسور الحال. الموضع داخل الكنيسة. آآ زعيم الفصيل خلينا نشوف كده. ميسور الحال. جاري العمل. المشاط الرفاهية. في الطريق الى الحانة. مجرم. يعني هل مجرم فعلا ولا ترجمة غلط? مجرم مجرم يعني. الاصل هولندا. تعليم غير متعلم. مكان العمل. اهو. مجرم. بيت البيت منزل ريفي. وعياله كتير قوي كده ليه? مواطن من ترابيكو. بس عنده اطفال كتير قوي. وكل. كلهم طبعا مواطنين من ترابيكو. متشكر. طيب ميراته ايه? من ترابيكو برضو. وشغلة في مكتب سايكي الشاحنات. طيب انت ليه مجرم طيب? ليه حبيب? متشوف لك شغلانة. النشاط الرفاهية. هو يعني اختصاصه مجرم. مكان العمل مجرم. حلوة دي. طب خلينا نتابعه. هو في الكنيسة دلوقتي. راسبك منه بقى. يعني نعمل زنزانة نبقى نحبزه. انا كنت عايز اقتله بس لأ. المجرم ما يتقتلش. مجرم يتحبس. لما يبقى سفح نبقى نقتله. عندنا هنا لسه المغزون زي انتم شايفين كده لبالة. خلينا نماشي الوقت اصلا. احنا نماشي الوقت. عشان دول نخلص ويتعمله. هنا دول الناس ساكنة فيهم كويس. تمام زي انتم شايفين كده الناس ساكنة فيهم. حلوة كلام. طب يا جدعان يعني بما اني متبقي سنة وتسعة شهور فانتو لازم لازم تقولولي ازاي ازبط نفسي كده علشان احاول استقل. لان كده انا مس هاستقل مش هاستقل كده خالص. وهرفدوني مش شغل انا عاستني انا عملت تطور. والخطة بتاعت دي في منتهى الحلقة وان احنا نعمل المنطقة دي في منطقة صناعية. وكنت والله العظيم اتمنى ان اللعبة مت هنجش عندكم بس الاسف يعني ما فيه يعني دي اقصى حاجة قدرت اعملها في النامج التصوير. فلو حد يعرف النامج تصوير غير او احسن منه يعني يريد تبعتولي او يقول لي اسمه. علشان يعني ان شاء الله هحمله واحاول اشوف كده لو هيشغل احسن من فبس كده. كل فيديو بتاعنا خلص ناردة اتمنى يكون الفيديو عجبك. لا تساشل لايك اشترك في القناة لو انت بتشترك وفعل زر الجرس وإلى كل جديد. عايزين نوصل الفيديو ده لتلاتين لايك عشان نستمر في السلسلة وسلاة.